الحكاية دي من الصبح الناس بتتكلم عنها واقول لك تفاصيلها واقول لك معلومات مهمة واقول لك انفراد لرقم عشرة كمان نهاردة تم الاعلان او يعني معظم المواقع اعلنت انه عمر سيد معوض لاعب شباب النادي الاهلي وامني طبعا او نجل الكابتن الكبير كابتن سيد معوض انتقل الى نادي ريال بتيس الاسباني وعرفنا في رقم عشرة من النادي الاهلي ان رحيل عمر سيد معوض كان مخطط له قبل حتى توقيع اللاعب عقد احترافي مع النادي الاهلي في اكتوبر الماضي في 2023 الاهلي مضى مع عمر سيد معوض مضى بقى عقد احترافي وكان واعد عمر لو جاله عرض من اي نادي في اوروبا هنسيبك يعني الاهلي مش متفاجئ وما حصلش اي مشكلة في الفكرة بتاعت المفاوضات مع الاندي الاروبية تمام تمام اتعرفين عمر كان جات له كان على وشك لانتقال الى الاب بتيس بعد كده جات له اصابة بقطع في الرباط الصديبة عطلته شوية عطلته شوية رجع عمر سيد معوض ويبدو انه هيرجع تاني المفاوضات مع الاندي الاروبية تتجدد مرة اخرى يعني دي حكاية بقى الحكاية ايه بقى بقى الحكاية ايه لقى لي بالمناسبة هياخد 300 الف دلار لو بقى عمر سيد معوض الى ريال بتيس الى ريال بتيس سألنا احنا بقى ريال بتيس يعني قلنا نسأل ريال بتيس ايه الوضع هل فعلا اتعاقته مع عمر سيد معوض زمالنا العزيز في اعداد ده رقم 10 احمد شهاب تواصل مع مديرة المركز الاعلامي بنادي ريال بتيس اسمها مرسيدس هي اسمها كده مرسيدس وقدتنا مفاجأة يعني قدتنا تفاصيل كتيرة وفيها مفاجأة مبدأا كده قالت لنا ان ريال بتيس حتى هذه اللحظة لم يتمم التعاقد مع عمر سيد معوض وقالت لنا ان لسه في مفاوضات شغالة بين مسؤولي بتيس والنادي الاهلي من اجل حسم الصفقة واكدت ان مش هما بس اللي بتفاوضوا على عمر سيد معوض ده فيه عندية اخرى بتتفاوض على ضم عمر سيد معوض خلال فترة الانتقالات الشتوية اللي جاية ومديرة المركز الاعلامي بنادي ريال بتيس قالت لنا كمان انه كان فيه متابع لعمر سيد معوض بشكل مباشر من ارضية الملعب بالمناسبة ده الايميل اللي وصلنا من مرسيدس اللي هي مرسيدس دي برادو اللي هي مديرة المركز الاعلامي في نادي ريال بتيس وفيه كل هذه التفاصيل قالت لنا كمان انه مدرب الشباب في ريال بتيس كان قام بزيارة مصر في كأس افريقيا تحت عشرين سنة وشاهد اللاعب وتابع اللاعب واوصى بالتعاقد معه قالت انه هو قدى فترة اختبارات في ريال بتيس قبل كده قبل ما يتعرض للاصابة ويتجرب في بعض الدورات التدريبية وقالت كمان انه بعد باللاعب بلغ 18 عام تفاوض مسؤوله بتيس على ضمه من النادي الاهلي في شهر او هيتفاوض في شهر يناير اللي جاي مع فتح باب الانتقالات الشتوية لكن وعلى السنة حتى هذه اللحظة لم يتم التوقيع رسميا لا مع اللاعب ولا مع النادي الاهلي وقالت انه لو حصل التوقيع ريال بتيس هيعلن ده في بيان رسمي وقبل كمان الصحافة المصرية قالت ايضا لرقم عشرة ان احنا على علم كم ده على السنة على علم بالمعلومات اللي تم نشرها في مصر حول الاتفاق مع ريال بتيس والاهلي التعاقد مع اللاعب قالت لكن احنا حتى هذه اللحظة مفيش اي حاجة رسمية ومفيش اي حاجة تمت والموضوع كله ما زال مفاوضات الجارية حتى شهر يناير يعني حتى لو هم هيدموا لا مش هيدموا دلوقتي هيدموا في شهر يناير احنا نتكلم على عمر سيد معاود دي الحكاية بالكامل يبتهالك من مصدر في النادي الاهلي ومن مصدر في ريال بتيس هي مديرة المركز الاعلامي بنادي ريال بتيس في انفراد لرقم عشرة بخصوص صفقة عمر سيد معاود اشتركوا في القناة